عوامل الجزم أيان نؤمنك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا والشاهد فيه أيان نؤمنك تأمن حيث يزم بأيان فعلين أحدهما فعل الشرط وهو قوله نؤمنك والثاني جوابه وجزاؤه وهو قوله تأمن صعدة نابتة في حائر أينما الريح تميلها تميل والشاهد فيه أينما الريح تميلها تميل حيث جزم بأيانما فعلين أحدهما وهو الذي يفسره قوله تميلها وهو فعل الشرط والثاني وهو قوله تميل وهو جواب الشرط وجزاؤه وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا والشاهد فيه إذ ما تأتي تلف حيث جزم بإذ ما فعلين أحدهما قوله تأتي وهو فعل الشرط والثاني قوله تلف وهو جواب الشرط وجزاؤه حيث ما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان والشاهد فيه حيث ما تستقم يقدر حيث جزم بحيث ما فعلين أحدهما وهو قوله تستقم فعل الشرط والثاني وهو قوله يقدر جواب الشرط وجزاؤه خلي لي أن تأتياني تأتياء أخا غير ما يرضيكما لا يحاوله والشاهد فيه أن تأتياني تأتياء حيث جزم بأن فعلين أحدهما وهو تأتياني فعل الشرط والثاني وهو قوله تأتياء جواب الشرط وجزاؤه من يكدني بسيئ كنت منهم كالشجى بين حلقه والوريد والشاهد فيه من يكدني كنت حيث جزم بمن الشرطية فعليه أحدهما يكدني وهو فعل الشرط والثاني كنت وهو جواب الشرط وجزاؤه وأولهما فعل مضارع وثانيهما فعل مرض وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حريح والشاهد فيه يقول حيث جاء جواب الشرط مضارعا مرفوعا وفعل الشرط ماضيا وهو قوله أتاه وذلك على إضمار الفائي عند الكوفيين والمبرد أي إن أتاه فيقول إلى آخره يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يسرع أخوك تسرع والشاهد فيه إن يسرع تسرع حيث وقع جواب الشرط مضارعا مرفوعا وفعل الشرط مضارع وذلك ضعيف ما وهل يختص بالضرورة الشعرية الجواب أنه لا يختص بضرورة الشعر بدليل وقوعه في القرآن الكريم في قراءة طلحة بن سليمان أينما تكون يدرككم الموت برفو يدرك فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام ونأخذ بعده بذنا بعيش أجب الظهر ليس له سنام ويروى ونأخذ بعده بذنا بعيش أجب الظهر ليس له سنام ويروى ونأخذ بعده بذنا بعيش أجب الظهر ليس له سنام والشاهد فيه ونأخذ حيث روي بالأوجه الثلاثة بالجزم فهو مغطوف على جواب الشرط وروى بالرافع فالواه للاستئناف والفعل مرفوعا لتجرده من الناصب والجازم وروى بالنصب فالواه للمعية والفعل بعدها منصوب بأن مغمره وإنما ساغ ذلك مع أن شرط النصب بعد واو المعية أن تكون ويقعتا بعد نف أو استفهام أو نحوهما لأن مضمون الجزاء لم يتحقق قوعه لكونه معلقا بالشرط فأشبه الواقع بعد الاستفهام ومن يقترب مننا ويخضع نعوه ولا يخش ظلما ما أقام ولا هضم والشاهد فيه ويخضع فإنه منصوب وقد توسط بين فعل الشرط وجوابه فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلم أفرقك الحسام والشاهد فيه وإلا يعلم حيث حذف فعل الشرط ولم يذكر في الكلام إلا الجواب والتقدير وإلا تضلقها يعلم أفرقك الحسام لأن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل والشاهد فيه لا تلفنا حيث أوقعه جواب الشرط مع تقدم القسم عليه وحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه ولو أنه أوقعه جوابا للقسم لجاء به مرفوعا لا مجزما